اكتملت استعدادات فريق عمل مسرحية النمرود من إبداعات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لعرض المسرحية في مدينة أشبيليا الإسبانية مراسلنا حسين منصور والتفاصيل استعدادات على قدم وساق وعمل دؤوب يسابق الزمن يقوم به فريق عمل مسرحية النمرود التي لا تزال تواصل تألقها الذي لم يقتصر على مسرح الشارقة فحسب بل امتد بريقه الإبداعي لعدد من المسارح العربية والأوروبية على مدار ثمان سنوات من النجاح المتواصل وهاه أريجها يفوح على حاضرة إقليم الأندلس بإسبانيا مدينة إشبيليا ومن على مسرح القنطرة بمؤسسة الثقافات الثلاث يقدم المسرح الإماراتي صورة مشرقة للثقافة الإماراتية العربية الإسلامية مصرحية من إبداع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وإخراج التونسي منصف السويسي وبطولة الفنان أحمد الجسمي رئيس مجلس إدارة مسرح الشارقة الوطني كما تعلم هذا العمل النمرود هو أولى الأعمال التي تشرفت شخصيا بإخراجها والتي كتبها المبدع عاشق المسرح الرجل الاستثنائي كما يحلو لي أن أسميه سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة لقد قدمنا هذا العمل في عدة أقدار عربية وأوروبية وهذا العمل يقدم في إسبانيا هذه المرة للسنة الثامنة على التواني هذا العمل بصدد أحداث ثورة في عقول المتفرجين من الأوروبيين كيف يأتي هذا العمل من الخليج ومن العرب بصفة عامل لأن الصورة مشوهة التي هي عندهم فهذا العمل هو سفير ثقافي سفير حضاري سفير إنساني للتغيير المفاهيم لخلق التواصل الإنساني العميق مع الإنسان في أين مكان ولعل اختيار مسرح القنطرة بمؤسسة الثقافات الثلاث لعرض المسرحية من فوق خشبته لهو تأكيد لرسالة السلام والمحبة والتواصل الحضاري التي حملها هذا العمل الإبداعي للجمهور الغربي إنه لمن الأهمية التعرف على الثقافة العربية والمسرح العربي وخاصة من خلال عمل يقدم بلغاته الأصلية مصحوبا بالترجمة إلى اللغة الإسبانية ونعتقد أن أفضل وسيلة لتحقيق الحوار هي التعارف بين الناس لأن الذي لا نعرفه جيدا لا يمكننا تقييمه دعوة فنية تثير شهية القلوب والعقول المتعطشة للتجارب الإبداعية المميزة يتقدم بها مصرح الشارق الوطني لجمهور مدينة إشبيلي العريقة تحمل في طياتها رسالة حب وتواصل حضاري عبر بوابة المصرح من أمام بوابة مصرح القنطرة بمؤسسة الثقافات الثلاث ها هي الأمارات العربية المتحدة تقدم نفسها للجمهور الإسباني من خلال عمل مصرحي رائد تتمنى أن يحظى بقبول هذا الجمهور حسين منصور لأخبار الدار مدينة إشبيلي إسبانيا